وسط استياء روسي تكثف الميليشيات الموالية للنظام الإيراني تجنيد السوريين في مناطق عدة أحدث عملية تجنيد أجرتها ميليشيا فاطميون جندت خلالها نحو 250 شخصا في القامشل والحسكة عبر إغراءات مالية في ظل ظروف مادية صعبة المرصد السوري أفاد بتجنيد أكثر من 205 مقاتلين مما يوصف بقوات الدفاع الوطني ونحو 35 مدنيا ميليشيا فاطميون التي يشرف عليها إيراني يدعى الحاج علي في كل من القامشل والحسكة بدأت عمليات التجنيد في شمال سوريا خلال منتصف يناير الماضي تزامنا مع تعرض قوات النظام السوري للمحاصرة من قبل وحدات الأسايش الكردية في القامشلي ووفقا لإحصائيات المرصد السوري فإن تعداد المتطوعين في صفوف الميليشيات الموالية لإيران في الجنوب السوري ارتفع إلى أكثر من 9600 بينما وصل عدد المجندين في منطقة غرب الفرات إلى نحو 8350 عنصرا عملية التجنيد الأخيرة لاقت استياء من الجانب الروسي الذي اعتبر أن طهران تحاول مزحمة نفوذ موسكو في القامشل والحسكة حيث تم تعيين قائد جديد للدفاع الوطني في محافظة الحسكة بعد التراجع الكبير بأعداد الموجودين في صفوف ميليشيا فاطميون المرصد السوري أشار إلى استغلال ميليشيات إيران للوضع الاقتصادي الصعب في سوريا تارة واللعب على الوتر الطائفي تارة أخرى لزيادة نفوذها في مناطق سيطرة النظام ترجمة نانسي قنقر